بروتوكول نمزجة معنوات البناء هذه اتفاقية قانونية بيتم ادماجها في عوض البناء من خلال تعديلها بسيطة لتبقى مناسبة للمشروع يعني ممكن تتزاود بعض الشروط ممكن تتزاود بعض الدمانات ممكن تتزاود بعض التفاصيل بحيث انها تبقى مناسبة للمشروع ان تشغل فيها بكل مشروع هيبقى ليه بين بروتوكول مختلف هذا البروتوكول ده هيخلي فيه التزامات وحقوق إضافية لصاحب العمل والطرف المتعاقد معه ولو فيه حد مش موجود اسمه في قلب الوثيقة فمفيش عليه اي التزامات او ليه اي حقوق وفي بريطانيا بيستخدمه CIC BIMP بروتوكول وبيبقى فيه كل الطرق الرسمية والموثقة للتواصل الاستبدال واصلاح وصائلت تمزجة معنوات البناء وهي حد من برا بريطانيا عايز يشغل بالكود بدل ما تبدأ من السفر وتشوف حقوق والتزامات كل طرف ممكن تستخدم البروتوكول ده وتبدأ تعدل فيه وهو بيكلم عن النموذج والمعلومات المطلوب انتاجها من اعضاء فرير المشروع والمسئوليات والالتزامات والقيود وبيبقى ملحق بالعقود المبرومة من اصحاب العمل وبيبقى ليه الاولوية على اي اتفاقيات اخرى ولازم يكون مرن ويكون مناسب لمشاريع البناء من السواد تاني ويكون فيه بيحدد التزامات كل واحد فيهم وممكن مثلا هل من حق انه يعدل في الموديل هل من حق انه يبقى اخر اصدار من الموديل كل شوية ولا فيه قيود على استخدام الموديل فهو بيبقى موجود في مراحل محددة من المشروع وبيحدد دعم انتاج الموديل كل مرحلة من مراحل المشروع وبيلزم ان يكون فيه مدير للمعلومات ده مسئول عن انشاء وادارة عمليات تبادل المعلومات في البناء سوى بشكل مستقل او هو جزء من الفريق وبيش مطلوب منه ان هو يصمم المطلوب منه ان هو يبقى مسئول عن ادارة عمليات تبادل البناء في المشروع ويقدر يتعاون مع الكود بيس 1292 الجزء الثاني ومن دولنا الحقيقة هو بكلام فيها حقوق الملكية الفكرية هل من حق شغل المالك او من حق هذا ان هو يطلع على الموديل او من حق ان هو يعدل او من حق ان هو يحصل على الملف الرئيسي او لا يعني ممكن يكون لحق ان هو يعدل او يشتغل على الموديل بس مش محق ان هو يحتفظ به لنفسه او من حق ان هو يديل اي طرف اخر البروتوكول بيحدد برضو تبادل بيانات الالكترونية ازاي هنتبادل الملفات اللي هتخرج من الموديل بحيث ان مبقاش في حد معا معلومة نقصة او واحد مثلا انا عايز حاجة ومش قادر يحصل عليها وبيعرف فين بعض النموذج اللي موجودة في قلب البروتوكول زي في الMPDT ده بالجدول بيحدد مصدر النموذج او من اللي هيولد النموذج في كل مرحلة وبيعدي الانتزام للشخص اللي هو ملزم ان هو يعمل الموديل دوت بحيث ان هو ملتزم بوقت وجودة معينة وبيهتم برضو بادارة التغيير بحيث ان يحصل اي تغيير او تعديل من اللي هيبقى مسؤول عنه ومن اللي هيبقى من حق ان هو يعدل وهل من حق الملك ان هو كل شوية عدل ولا فيه التزام مثلا فيه مرحلة مراحل ما بقاش فيه تعديلات المدير المعلومات او الانفروميشن مانجر عليه بشوية مسؤوليات ان هو ادارة العملية والاجراءات المتعلقة البدء في تنفيذ خطة معلومات المشروع المساعدة في اعداد مخرجات المشروع تنفيذ بروتوكولات البيم بما في ذلك تحديث الMPDT ومسؤولية تعيين المدير المعلومات على صاحب العمل لازم يدمن ان هو شخص موجود في قلب المشروع والبرتوكول بردو بيحدد مطلبات المعلومات ايه المعلومات المطلوب من ان احنا ندخلها في قلب الموديل وكيف نطور النموذج ويحدد جدوى الانتاج والتسليم النموذجي بحيث دي وصيقة موجودة بحيث نحدد فيها درجة مستوى التفاصيل ال LOD كل مرحلة من مراحل المشروع كل عناصر الموجودة سوف تستسلم بدرجة LOD بحيث ان لا يوجد اختلافات في النوع كل هذا في البرتوكول ويكون وثقة قانونية لما تحصل اي مشكلة او قبل ان تحصل مشكلة نستطيع ان نتأكد من اللي احنا ملتزمين باللحلة في اول مشروع اشتركوا في القناة